طر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترقص الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية ودكتور مدبولي كان أصدر قرار بتحديد سعر بيع الخبز الحر بما يشمل الخبز المميز والفينو على أن تلتزم كافة المتاجر والأفران السياحية بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات في أماكن ظهرة لروادها من المشترين وبيستمر العمل بالقرار لمدة ثلاث شهور قرار مجلس الوزراء الحقيقة نص على أنه يكون بيع الخبز المميز بسعر خمسين قرش للرغيف وزن خمسة واربعين جرام وخمسة وسبعين قرش للرغيف وزن خمسة وستين جرام وجنيه واحد للرغيف وزن تسعين جرام وحداشر ونص جنيه لكيلو الخبز المعبئ كمان أشار إلى أنه يكون بيع الخبز الفينو بسعر خمسين قرش للرغيف وزن أربعين جرام وخمسة وسبعين قرش للرغيف وزن ستين جرام وجنيه واحد للغيف وزن 80 جرام وحضر مجلس الوزراء المخالفين بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه